الناس بتقول الناس بتقول الناس بتقول الناس اللي بيعملوا بيقصوا بطنهم كل يوم وعندهم ميزان بيوزن كل يوم أو كل طاقة وأخوي قال لي كده ربنا يهديه ويعفيه ويهدي جميع المسلمين ويعفيهم إنه بيوزن كل أكله وزاد كيلو يوم يجري إلعب رياضة لحد ما ينزل الكيلو إن أنا بفطر واتغدى واتعش عادة الناس اللي بيأكلوا ثلاث أكلات وإن كانت ثلاث أكلات ديك في عرف الربانيين كتير قالوا إيه من يأكل في اليوم مرة قالوا طعام الصديقين قالوا الذي يأكل في اليوم مرتين قالوا طعام المؤمنين فطروا صحور قالوا من يأكل في اليوم ثلاث مرات قال كل أهله يبنوا له معلفا ده مشروع تسميم بقى مش مشروع تربية ربانية اللي عايز يأكل أكل المؤمنين أم مرتين في اليوم فطروا غدى غدى وعشاء فطروا صحور لكن كسرة الأكل ليست من سمة المتقين ما يفسده بقدره وتعدي حده كلام ابن قيم بقى رحمه الله كالإسراف في الحلال والشبع المفرط بواب الإمام النووي بابا في رياض الصالحي قال بابه جواز الشبع أحيانا باب إيه جواز الشبع أحيانا يبقى أحيانا يجوز أن أنت تشبع أحيانا واستدل عليه بحديث أبي هرير رضي الله عنه والله لا أجد له مسلكة فالشبع المفرط قال إيه ابن قيم فإنه يسقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤونة البطن ومحاولتها حتى يظفر بها قلت في رمضان اللهم بلغنا رمضان لو أننا ما بحبش طول العمر لكن ربنا يرزقنا مواسم الطاعات ويجعل حياتنا كلها زي رمضان يا رب قلت لو واحد قضى رمضان كله عيش حاف ومية يعني يأكل كل يوم في الفطار رغيف حاف ومية وفي السحور نص رغيف حاف ومية آخر رمضان يموت يا دكتور قالوا لي لا بالعكس إذا تبقى صحته أحسن قلت وقتالوا الناس على إنهم يحطوا في جنب الرغيف ده حتة لحمة وشوية خضار وشوية صلطة وشوية فكهة يبقى كل الجري واللهد وراء الفلوس عشان يحط حاجة جنب الرغيف اللي هي بيبسط صحته عشان كده لما هنتكلم النهاردة عن تقليل الطعام هيعكر علينا الناس بتوع الرجيم الناس بتوع الرجيم الناس بتوع الرجيم اللي بيعملوا بيقصوا بطنهم كل يوم وعندهم ميزان بيوزن كل يوم أو كل طق وأخوي قال لي كده ربنا يهديه ويعفيه ويهدي جميع المسلمين ويعفيهم إنه بيوزن كل أكله ويشوف زاد كيلو يوم يجري إلعب رياضة لحد ما ينزل الكيلو نفس الشيء قلت يريد المتقين والمؤمنين يبقى تنظمهم مع ربنا إنه إذا حاجة فسدت من قلبه يجري ويصلحه في ساعته ابن القيم رحمه الله بيقول إيه ما يفسده بقدره وتعدي حده كالإسراف في الحلال والشبع المفرط فإنه يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤونة البطن ومحاولتها حتى يظفر بها فإذا ظافر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية الضرر هذا والتأذي بثقلها تعرف ناس مردو يعني يمسفر في دول الخليج بيأكلوا المندي أو الخروف ده واسمين بقى فيه دهون يقوم بعد الأكل يأخذ حباية عشان الدهون دي تنزل هل لا؟ طب ما وتكلهاش من أصله وإيه الفائدة أنك تكلها وتنزلها فالشاهد إيه هنا؟ هي دي القضية أنه يأكل وبعدين يعاني فإنه يتخلص من هذا وقوى عليه مواد الشهوة وطرق مجاري الشيطان ووسعها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالصيام إن الشيطان إنت لما تاكل كتير بتوسع المجاري حلوة المجاري دي المجاري بتاع الشيطان إما بتكونش كتير بتضيق المجاري قوى عليه مواد الشهوة وطرق مجاري الشيطان ووسعها فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه والشبع يطرقها ويوسعها ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا في الحديث المشهور ما ملأ ابن آدم وحاءا شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يعني ايه لقيمات يا ابني لقيمات جمع لقيمة لقيمة تصغير لقمة يبقى لقيمات لقمة صغيرة لقيمات كم لقمة صغيرين بحسب يعني يكفي يكفي ابن آدم كم لقمة صغنانين بحسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبة فإن كان لابد فاعلا لازم يأكل بيحب الأكل بيبذل مجهود وعايز يأكل فإن كان لابد فاعلا فسلس لطعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه يبقى يأكل تلت بطنه